وتتآمر على الدول الضعيفة لأجل مصالح القصة ولو سهل من الدموع ملايين الناس لا فرقيني ما هؤلاء هاوا كيف بدك توجههم ما لازم نتوقف بإيدينا سلولير وغيره كل يوم نندج بهالقضايا ونحكي عن الأبرياء اللي صراخهم عم يوجع على الأرض والأزمني عم يوجع الناس الأوادي ولكن برجع بقول ما قلنا ملجأ إلا اتنين إلا إيماننا في الله اللي كمان حكي عنه الدكتور ريز اللي هو بير كله إلي الرحمة وبيحبنا كلنا وبشغلة تانية أنه التعليم الناس الوعية المنورة نظم كل أنواع الحملاء وهو بيطلع على بادي يحكي عن اللعن الذي هو دعاني ومستقبل السلام في العالم لا عنف شو بأميركا بيقول لك واحد رجل ببيته بيقدري بيشتري مدفع شو هادي شو الانتكال شو ناجه